بعد يوم من موجة التعليقات الساخرة تحت هاشتاغ السطل أكدت الأمانة العامة للتخطيط عدم مشاركتها في حملة الترشيد التي تدعو لسبدال الهوز بالسطل في فيلالن بمنطقة الشهداء قالت الأمانة في بيان لها أنها تؤكد حرصها على تعزيز التوعية بشأن ترشيد سهلاك المياه إلا أنها تؤكد في الوقت نفسه أن ترشيد يجب أن يكون وفق أساليب علمية مدروسة وفقا للتقنيات الحديثة